اكتشفنا هنا في الموقف بتاع الحرب الأخيرة أنه لا لسه الإنسان زي ما هو وبيهدد دلوقتي أنا ممكن أدوسه على زرار أدمر العالم لا حدود لكبرياء الإنسان والطرف الثاني عم بيستخدم القوة الاقتصادية والمال والجبروت وأنا بتكلم على الولايات المتحدة يعني بالمقابل والغرب إلى آخر فوين يعني النهاية لهذا الموضوع دايما في ردود فعل أقوى في كل الموضوع المشكلة في إيه الإنسان حط كل رجاءه على غالبا في رأيي يعني على ثلاث حاجات المال القوة النفوذ وجعل من السلاسية دي معتمده ورجاءه ومصدر أو مصادر أمانه الديني قوة الديني مال الديني نفوذ وأول ما الإنسان وتلاقي الإنسان طول الوقت بيسعى ليمتلك السلاسة وأول ما يمتلك التلاتة دول شوفوا بيعمل إيه قوة للتدمير على فكرة بالمناسبة التلاتة دولة موجودين عند الله المال اللي هو الغنى الله له المسكونة والساكنين فيها القوة هو فوق كل سلطان النفوذ هو نافذ لكل بقعة في بقعة الأرض لكن كيف يستخدمهم الله في صلاحه يستخدمهم لخير مشكلة العالم إيه إنه بيسعى للتلاتة هو ما عندهوش بس بيحاول إيه يحصل على التلاتة وأول ما يمسكهم في إيده تشوف اللي بتشوفه دلوقت تشوف واجع تشوف حروب تشوف ظلم من إنسان لإنسان النهاية بقى إيه أو يعني طب يعني إيه اللي يحصل ممكن أقرأ لك جزء كده يعني من كلمة الله يعني إذا جاز أقول في خطية كده بالنسبة لله مكروهة أكتر من غيرها وطبعا الله يكره الخطية إذا جاز أقول الله يكره لأنها ضد طبيعة الله اللي هي القداسة لكن على تاج الخطايا أو يعني درة التاج بتاع الخطايا إذا هو تاج يعني هو الكبرياء طبعا الله له موقف مع الكبرياء هقرأ بس أجزاء كده من إشعية 2 توضح الفكرة دي يقول كده في إشعية 2 وعدد 12 فإن لرب الجنود يوما على كل متعظم وعالي تعبير قوي جدا الله عنده يوم على كل متعظم وعالي على كل مرتفع فيوضع على كل حد وكل القوة رفعت نفسها فوق ستوضع وعلى كل أرز لبنان العالي المرتفع سورة الكبرياء وعلى كل بلوط أو بلوط شباشان وعلى كل الجبال العالية وعلى كل التلال المرتفعة وعلى كل برج عالي على كل سور منيع وعلى كل سفن ترشيش ويكمل كتير قوي بعد كده يقول إيه يقول إنه في ذلك اليوم في عدد 17 فيخفض تشامخ الإنسان وتوضع رفعة الناس ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم وأنا في رأيي سيبقى الإنسان على كبرياء حتى يزلوا الله يعني وانت بتتكلم برضو أجتني الفكرة من إشعية 57 بآية 15 لأنه هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه في الموضع المرتفع المقدس أسكن ومع المنصحق والمتواضع الروح لأحيا روح المتواضعين ولأحيا قلب المنصحقين وتذكرت الآية في في أرمية سفر أرمية النبي أرمية صحاح 9 والآية 23 لا يفتخرن الحكيم بحكمته ولا يفتخرن الجبار بجبروته ولا يفتخرن الغني بغناء بل بهذا ليفتخرن المفتخر بأنه يفهم ويعرفني أني أنا الله أعزي أقول بس حاجة شكرك يعني يعني دي آية في الموضوع جدا عايزة أرجع لإشاعية 57 عشان أكد اللي قلناها قبل كده الله يمتلك النفوذ والقوة والمال أو الغنى لكن يوجهه فين الإنسان لما بيمتلكهم بيحارب وبيأذي لكن في إشاعية 57 هكذا قال الله العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه مع المتواضع والمنصحقين فيوجه قوته ليحيي روح المنصحقين وليحيي قلب المتواضعين فعشان كده في صلاح الله يوجه هذا لخير الإنسان لكن في شر الإنسان يوجه القوة والنفوذ والغنى للأذى لأذى الإنسان ترجمة نانسي قنقر